تدريب الإعلامي للعابين يهلا بالربع نجوم الكرة هم الثروة الوطنية هم الألمع والأميز في المجتمع بيلفتوا الأنظار ومراحوا لهيك لازم يكونوا جاهزين ومتأنقين دائما 24 ساعة وبعرفوا يحكوا ويجاوبوا على الأسئلة المحرجة أمام وسائل الإعلام شو مكاناته بأي مكان يتواجدوا فيه كمان لازم نعلمهم كيف يخرجوا من جو الإحراج والخجل اللي بيعيشوا بعضهم في الميكزون بالشارع بغرفة الملابس بأي مكان كان الإعلامي بيهمه يعمل سبق صحفي هذا حقه وبهمه يأخذ معلومة هو حر أنت كلاعب جاهز للدفاع المستميط عن نفسك زي ما بتدافع عن مرماك اللوك والمظهر شو ما تلبس بالملعب بعد المباراة شي مهم بدلت قميصك مع زميل منافس قميصه عليه إعلان للشركة المنافسة للشركة اللي بترعى ناديك هون دخلنا بورطة وخسرنا ماليا كثير كمان في التكريمات أو المناسبات لازم وضروري الاهتمام بالزي الوطني اللي باقى عند الظهور الإعلامي بأي وسيلة مهمة جدا وبتترك أثر إيجابي مع ضرورة التحضير المسبق وإن استطعت معرفة المحاور والأسئلة حاول بنفس الوقت استشير ناديك المسؤول عن الإعلام في ناديك هذه أشياء ضرورية جدا أوه ما في غير جيبوني متور المرة الجاية جماعة بتوقف هنا عند عفراء ومعاد أشوف عن إيش بدكم تحكوا للمتابعين عفراء معاد نعم كمتل لطفي أنا رح أحكي اليوم عن أهم العناصر اللي لازم يعرفها اللاعب يتبعها في كل مقابلاته الصحفية أو الإعلامية أما أنا فرح أحكي عن نقطة مهمة جدا وهي كيفية التعامل مع استفزاز المراسل أو المديع لللاعب وكيف لازم يتم الرد عليه بخطوات رح نتكلم عنها بعد شوي برجع لك كابتن اللي ما بيقتنع لازم يتعلم درس من رونالدو تصريحاته عن اليونايتد بعد خلافه مع تين هاج حتى وإن كان محق في كلامه وعلى صواب 100% زي ما أنتوا عارفين وأنا معه فالأفضل إلو الابتعاد عنها ليس كل ما يعلم يقال راجعين بدأ رحب ضيوفي في الاستوديو كابتن بدر حارب باللاعب السابق والمدرر في ناد الوصل أهلا وسهلا كابتن وأيضا معنا أحد نجوم الكرة الإماراتية يمكن أحسن حارس مر في تاريخ الإمارات كابتن يوسف البيراق الآن إداري فريق اتحاد كلباء أهلا وسهلا كابتن مرحبا فيك كابتن نورتنا من مصر الكابتن بهائدين يوسف نائب رئيس تحرير الأهرام أهلا وسهلا كابتن مساء الخير زكا مطفيف أهلا وسهلا كابتن عشان تكون لعب مميز مش مهم بس تلعب كرة وتراوغ المدافعين كمان كثير ضروري تكون متحدث لبقه جيد طبعا في العيبة قادرين يدمجوا بين الاثنين لكن في غيرهم محتاجين لسقل المهارات الحوارية والسؤال المطروح بايش رح يستفيد اللعب الإجابة بسيطة في كثير إيجابيات وفوايد بيحصل عليها اللعب اللي بيجيد التعامل مع وسائل الإعلام نشوفها سوا زي ما شفنا بتقدر تستمر بمسلسل شهرتك وتصير النجم الأول بالملعب وخارجه من خلال البرامج التلفزيونية أو التحليلية بدي أروح لضيوفي كيف تتم اختيار اللعب اللي يظهر في المؤتمرات الصحفية اللي نديه وأبدأ بالكابتن بدر رأسان طبعا مشكورين على الاستطافة الطيبة هذه طبعا أكيد شهره موجوده وكل شيء لكن إذا كان صعب أن يتعامل مع العماء الإعلام فهذه تعتبر مشكلة كبيرة لأنه هو واجهة النادي وواجهة الفريق فأكيد لازم يكون متحدث لا بقي عفش يقولوا أيضا هالأشياء يكون منصق مع المنصق الإعلامي في النادي وأيضا مع سياسة النادي والماشية بس أنت كلاعب لازم تبددي من أنت صغير كيف تتعاملها الإعلام جميل طيب يوسف بعض اللعبة برفضوا الحديث لوسائل الإعلام بعد المباريات سواء بحالة الفوز أو حتى الخسارة وهذا اللعب بتعرض لغرام مالية فأنت موجود في قلب الحدث إيش اللي بيصير وكيف تتصرف دائما تكون فيه غرامة مالية أول شي نمسي عليك وعلى الكباتن والضيوف اللي عندك استثلط فيه دائما فيه لعيبة عندهم رابط الكاميرا فأنت تحاول أنك تقنع اللعب أنه يطلع يصرح يكون متوازن يمشي على السياسة والتصريح المناسب للنادي لكن يهربون منك ما تعرف ش تسوي دائما نحاول نوجههم ونقولهم أن يثقفون إعلاميا ويعرفون كيف يطلعون مع الكاميرا ويتعاملون مع الكاميرا وتروح الرابعة طبعا إذا ما طلعوا للقناة فيه تكون غرامة مالية وفيه عقوبات من القناة للنادي لأن أتوقع أن القناة يدفعون مبالغ عشان يطلعون ويستغفون المباريات هذه بالتأكيد بخصوص الظهور الإعلامي بخصوص الرعايات الظهور الإعلامي لعب مش مسؤوليته وحده لكن المسؤول الإعلامي بالفريق كمان لأنه هو المسؤول عن أي لقاء بيصير داخل أو خارج الملعب اللعب بيمثل صورة الفريق وكل كلمة بيحكيها بتكون محسوبة عليه وعلى النادي في مجموعة من العناصر مهمة جداً نشوف أهمها مع معاد سوفرة ونرجع للتفاصيل نعم كابتن في كتير عناصر نقدر نلخصها بالتالي أولاً الابتسامة العريضة الطبيعية وغير المفتعلة وهي أحد أهم المفاتيح اللي بتدخل اللاعب قلوب الجماهير وتخطف عين المشاهد وتجعله مهيئ لحضور المقابلة أو اللقاء بمعنى انسى كل مشاكلك والضغوطات اللي بتتعرض لها سواء في الملعب أو خارجه لما توقف قدام الكاميرا ثانياً الملابس اللائقة لللاعب اللي تتماشى مع عادات تقاليد الدولة اللي بيلعف فيها فالجميع بيشاهدك ومظهرك مهم جداً جداً ثالثاً الابتعاد عن الألفاظ الدينية في المقابلة بمعنى أصح تكلم في الموضوع الرياضي مباشرة دون التطرق للدين رابعاً زمن المقابلة محدود يتراوح بين 60 إلى 90 ثانية لذا افهم السؤال أولاً ثم قدم الإجابة مباشرة للمراسل أو المديع بأقل الألفاظ وبعبارات واضحة تبين فكرتك مش هيك كابتن؟ أكيد معادو فيه كثير نقاط لازم نحكي عنها بهالحلقة برجع لضيوفي دور مدير الكرة والمسؤول الإداري لمنع اللعب من الإدلاع بتصريحات صحفية وهذا حق مشروع بدأروح للكابتن بهاء كإعلامي أنت بدك تشوف لنا الصورة من الخارج تمام هو الحقيقة اللي أنت بتكلم فيه ده يعني عامل زي المستحيل الرابع بعد الغول والعنطاء والخل الوافي الفرق العربية ما عندهاش ثقافة اللقاءات الإعلامية يعني يمكن أنتوا عندوكوا تجربة مميزة في التحاد الكرة الإماراتي وربطة الأندية الإماراتية المحترفة بتنظيم دورات تدريبية للعيبة عشان تعلموهم إزاي يتعاملوا مع الإعلام ده مش موجود في دول عديدة في دول عربية عديدة يعني وده اللي بيخلق المشاكل الحقيقة لأنه اللعيب بيطلع المسؤول الإداري ومدير الكرة والمشرف على الكرة ومناصب كتير قوي في الأندية العربية لكن الرجل المسؤول لا يعطي لعبيه حتى تعليمات إيه هي سياسة النادي في النهاية مفروض ما فيه معايير على الأقل بتقال أو بتبلغ للعيبة في أدنى الأحوال في بداية الموسم ده لا يحدث فيه أغلب الأندية العربية وده أنا بقوله لك معلومة مؤكدة وعشان كده يعني فرصة إن أنا أرفع القبعة لربطة الأندية المحترفة في الإمارات وتحاد الكرة الإماراتي اللي بيهتموا بالجانب ده وده هي منطقة البلاين سايد زي ما بيقوله المنطقة العامية في الكرة العربية كيفية تعامل اللعيبة والإداريين مع العالم تمام هل بكاس العالم بعض المبارات بظهر فيها لقاء مع مديرين فنيين بين أو بعد الشوت الأول هل بأثر هذا على تركيز المدير الفني في إدارة المباراة خليني أرجع للكابتن بدل نعم نحن جوبنا يمكن أكثر شيء سوري يعني البدعة طلعت أكثر شيء في الدوري الفرنسي نعم أن يأخذون اللاعب حتى لو كان مغلوب بعشرة أو مدربة أو شيء يأخذون من اللغة بس هذه طبعا أكيد ردة فعل اللاعبة تكون عادية جدا أو أن اللاعب المنازل يروح لغرفة تغيير المنابس لأن فيه تعليمات راح تجيب فأكيد تكون أصعب من بعد الإمباراة لأن يكون بين الشوتين وكذا النتيجة كبيرة كيف أنك تتعامل مع الإمباراة بين الشوتين أنت مغلوب من فريق حتى يكون ضعيف وفيه تنشن في المباراة لكن يأخذ كيف يتعامل مع الإعلام ويطلع فيه بأحسن صورة جميل يجب أن تعرف عزيز اللاعب أن المراسل كل هم ويأخذ معلومة جديدة ومرات بيحاول يطلعك من تركيزك حتى يحصل على إجابات ساخنة وتصريحات حصرية يفجر فيها قضايا تكون مثيرة للمشاهد وبترفع معدلات المشاهد والإعلانات هل سؤالي سؤال اللاعب عن مدربه أو زميله سواء السابق أو الحالي هل يعد من الأسئلة غير المهنية؟ بدأ روح لكابتن يوسف طبيعي لأن أنت في هاللحظة اللاعب يكون طالة من مباراة أو فيه تكون نتيجة عكسية على الفريق فدائما الإعلام يحاول أن يأخذ تصريح من اللاعب أو يخلق مشكلة من لا شيء فممكن أن يأثر يعني مثلا إذا ممكن يطلع لعب يتكلم في المدرب إذا كانت نتيجة سلبية أو مهزوم ممكن يتكلم في المدرب وهذا الشيء عرضه لعقوبة في النادي أو عرضه لأي شيء ثاني كيف ممكن كابتن بهاء التحكم في غضب اللاعب أو عدم ارتياحه من أسئلة المراسلة أو أرسلة الصحفي سواء كان على الهواء أو مسجل كيف ممكن بالتدريب؟ تعرف في مسلسلات الجاسوسية بيبقى في حاجة تدريب في أجهزة المخابرات بيتم للعميل أو للجاسوس مع التحفظ يعني أنه على كيف يتعامل مع جهاز كشف الكذب فأتصور أنه في مصر في العالم العربي محتاجين نعلم اللعيبة للعرب كيف يتعاملوا مع المراسلين المستفزين اللي هما ما يفرقوش كتير عن جهاز كشف الكذب نعم كلام جميل يعني بالتالي على فكرة كابتن ممكن في بعض الأجب وبكل شيء خاص بيقدر اللاعب أنه يروح لها ويعطي الجواب جاهز دايريكت للمراسل بدون يكون أو الصحفي سواء كان على الهواء أو كان مسجل وأنه يكون دايماً هادي عصاب وأعتقد هادي أشياء أساسية خلينا يعني رايحين لفاصل ومكملين بعد وحديثنا عن الظهور الإعلامي اللي اللاعبين في الملاعب وخارجها راجعين هلا بالربع في بعض الأحيان بيحاول المراسل أو المضيع استفزاز اللاعب بأسئلة خارج نطاق المباراة أو البطولة حتى وممكن تكون شخصية واللي قاعد بتحدث عنها وهنا بيتبادر لأدهان سؤال هام جداً كيف تتعامل مع المراسل المستفز أنت كنت لعب ومدرب هذول المضيعين المستفزين مش أنا طبعاً كيف كنت تتعامل معه؟ أنا حصل لي موقف نفس المتبع عنها فكان الفريق يخسر بس فاز في مباراة والإعلام أصلاً كان يبقى الفريق يخسر عشان الإثارة تزيدك خاصة أنت في نادي مثل ناديل وصل أكيد في الجماهيرية فأكيد هذا فهي الفريق بدأ ما يسألني سؤال كيف فاز الفريق وشو سويت وحضرته عشان الفريق يفوز في مباراة كان يكلمني عن الإدارة وعن شيء حصل في الإدارة وما يخصف هذا فقلت لأخي أنت مفروض كمهني وهذا هاي أمانة عندك تكلمني عن سبب فوز الفريق وشو اللي سويته لكن تسألني عن شيء ثاني هذا شيء أنت ما هي تستفيد من فوز الفريق أو شيء تبدو تسوي مثل ما تقول ترند أو شيء فأكيد أنت يمكن عندنا مثال أكثر مثال يعني واحد يقدر يشوفه أو يتعلمون منه اللاعبين اللي هو اللاعب برايموفيتش يعاف كيف ردود ردود صام حتى يطلع لأي صاحب يعطيه سؤال يعاف كيف رد بس بتكون ترند أكيد لن تكون عندك سرعة بديهة وكيف ترد على هذا عندك فصاة وعندك شوية لباقة في الرس في لعيب خجولين طبعا في لعيب خجولين وفي لعيب خجولين وفي لعيبين يطلعون عن الطور ويقول لك كلمة عن الهواء ومرس توت طبعا نحن طبعا وسكروا وسكروا على فأكيد أنت كصاحفك إعلامي لن تكون نعمين في مهنتك وتسأل السؤال يكون سؤال للمصلحة العامة وليس الإثارة طيب بتابع بعض النصائح في حال الفوز أو الخسارة مع عفرة بس مدي أخذ بسرعة جواب من يوسف لأن يوسف عنده ارتباط سريع يوسف تعرضت لمواقف محرجة من خلال المراسلين أو الصحفيين وأسئلة كانت صعبة أو خارج النطاق دائما دائما تشوف أن في صحفي مذيعين يستغلون الشيء أصلا هدفه ياخذ سبق صحفي أو أن يسوي ثارة مثلا من فترة عندنا لاعب كان مغرد وراد ومتكلم على مدرب فأنا نازل من السيارة داخل الأستاذ كنت أسمع أن الأعلامي هذا يبقى يدور هذا اللاعب يعني يدور هذا اللاعب يبقى ياخذ منه لقاء تحديدا يأي هدفه اللاعب هذا فيأي ياخذ منه لقاء وعندك مثلا المباراة اللي طافت كانت عندنا كان الكلام دائما طالع عن انتقال أحمد عامر اللاعب أحمد عامر للجزيرة لعارة لمدة ستة شهور نعم يدورون يدورون يحاولون يأخذون يعرفون معلومة أو شي فهو طبيعي أنه يستفزك عشان أنت يطلع منك شي تمام ممتاز يعني معالجة حكيمة خلينا الآن نرجع لعفرة ونسمع منها نصائح مهمة بنسبة لللاعب تفضل العفرة في شوية نصائح مهمة لأي لاعب سواء كان لاعب كرة قدم أو رياضي بشكل عام لازم يسمعها وأنت كمان كبتنطفي تابع معي أولا لازم يكون التعامل من خلال إجابات مصحوبة بابتسامة باردة بيظهر من خلالها أنك فهمت المغزى من السؤال وكشفت الحيلة اللي لجأ إليها لإثارة غضبك والإجابة الشهيرة عن سؤال ملغم لمراسل مستفز هي خلينا نحتفل ونفرح بالفوز لأنه هذا الشيء الأهم لألي ولفريقي أم أنك لست سعيد بفوزنا الليلة وبحالة خسارة مباراة وبطولة بتكون الإجابة الخسارة مزعجة لكن خلينا نبحث عن الحلول المناسبة ونفكر بصوت عالي مع الإدارة والمدرب حتى نعيد حساباتنا ونصحح الأخطاء أما إذا طرح المراسل تصريحات مش صحيحة عنك وطلب منك التعليق عليها فلازم تكون الإجابة هل عم تدور على صبق صحفي أم بدك زيادة متابعيك وتعمل ترند عطيني الدليل على كلامك ويمكن أكتر جملة بتلبك المراسل أو المضيع هي أرجوك راجع معلوماتك وتأكد من مصادرك قبل ما تسألني شو رأيك كابتن نطفي بهال معلومات مية مية عفرة شكرا جزيلا بسأل ضيوفي هل من الأفضل تجنب المراسل المستفز وعدم إجراء اللقاء معه كابتن تتجنبه ولا بترد عليه لا شوف إذا أنا واحد أعاف مثل ما عندي سرعة بأديها وعندي لباقة فرد ما عندك مشكلة سعادة ما عندك مشكلة أما اللي تعاف نفسك أنت متردد وما تعافت هذا اللي أحسن بتتجنب أكيد مية في المية نعم تمام كابتن يوسف أنت عايش تجربة التدريب الإعلامي للعيبة وموجود دائما في التدريبات كيف تحس الفيدباك وكيف يستفيدوا من هذه الدورات طبيعي أستاذ لطفي يستفيدون وايد من التدريبات ويأخذون حتى أقل شيء وأبسطها أنه يعرف كيف يرد على الإعلامي يهدف أنه يستفز أعرف كيف أرد عليه أعرف كيف أتعامل أعرف كيف أطلع من اللقاء وأعرف من الحوار ومشي عادي بعيد والكاميرا شغالة هذا يعني بأمانة خاصة اللاعبين الصغار أكثر اللاعبين الصغار اللي حين طالعين للنجومية أكثر ناس اللي يستفيدون من الدورات اللي تتقدم هذه نعم خلينا نروح للكابتن بهاء في حالة وجود مثلا مواقف سيئة من بعض المرسلين مع اللعب أو حتى مع اللعب نفسه اللي يجري اللقاء هل بتذكره بالمواقف تبعه ولا الأفضل عدم بدء المعركة مبكرة المشكلة لطفي اللي بيحصل أنه عدم اتخاذ موقف ضد المراسل المستفز الذي يخرج عن نطاق عمله أنت أنت رايح تغطي مباراة أو تعمل كافرينج لمباراة مفروض تبقى أسئلتك ليه علاقة بالمباراة بالخطط الفنية بالتفديلات بالكذا بالكذا ما تخرج عن عن الصياق ده خروجك عن الصياق ده معناه أن أنت إعلامي مش أمين ودي مشكلة طبعاً لأنه الإعلام الرياضي بالذات الإعلام الرياضي العربي بقى فيه الكثير من الدخلاء يعني واضح أنها جننت كتير من الإعلاميين يعني أو من العاملين في المجال ده أو من المتطفلين عليه وبدأوا الجميع يلهس وراء الترند على حساب أي قيمة جميل إذن هلنروح لكأس العالم بالمناسبة كان مدرسة كبيرة للتصريحات الإعلامية للعبين والمداربين وخرجنا منه بمجموعة أحداث رسخت فكرة ضرورة حصول اللاعب على دورات إعلامية متقدمة على أيدي خبراء وهذا الحكي مشان الخروج بأفضل صورة ممكنة أمام وسائل الإعلام العالمية هون نستعرض بعض الأحداث والأمثلة خلال كأس العالم تمام إذن كل الجوانب السابقة كانت سلبية ولكن هناك جانب إيجابي على التذار لصحفيين معن حضور مؤتمر صحفي بعد مباراة الدانيمر قوبل باحترام شديد من الصحافة العالمية وكان سلوك متحضر جدا غضب ميسي وتوجيه عبارات غير لائقة نسميها لللاعب الهولندي كابتن بدر أعتقد أكيد شفت اللقطة والله أشوف اللي حصل مباراة هولندا ما لهم في ميسي عن اللي حصل يعني تعافي الوضع اللي كان فازيه ثنين صبوا رجع الفريق ثنين ثنين الجزاء فازوا أكيد فأكيد حصل بينهم شي في المباراة مو بأن هاي وليد الصدفة في نفس الوقت أكيد حصل شي في المباراة كان بينهم فلما شاف الضار أنه سوى حركة وشي فأراد عليه ميسي بهذه الطريقة لكن ميسي هو ما ظني غلط هالغلطة الكبيرة بس لو ما كانت من غير ميسي بتكون برضو بتكون عادية مو بأذا عشان ميسي وعشان رمض عشان أكيد تطلع بس هو أخطأ ولا ما أخطأ لا أنا ما عندي ما أخطأ ما في خطأ في الموضوع ما غلط عليه غلطة لنا هذا يعني بس قال لأنه كنت كنت مستفز لأنه راوي العين منه شو سوى في المباراة فقط طيب هذه وجهة نظري برضو خلينا نشوف مثال آخر تصريحات غير موفقة لمانويل نوير هل عكسة حالة عدم التركيز وغياب الانضباط عن المنتخب الألماني كتن يوسف شف سلطفي أنا بالنسبة لي المنتخب الألماني إعلاميا كان داخل البطولة مش تركيزه في البطولة يعني التصريحات والحوارات اللي كانت داخلها قبل البطولة أن هدفهم وتركيزهم أحس بالنسبة لي أنا أشوف أن شتت اللاعبين وكانهم صاد داخلين تحدي تحدي ثاني غير كرة القدم هو ممكن سبب من الأسباب الشتت أو أنها حتى صلط الأضواء عليهم أكثر والضغوطات أكثر أن كانوا داخلين يتكلمون عن مسألة ثانية ومدخلوا السياسة في الكرة هذه بالنسبة لي خروج المنتخب الألماني أما تصريحات مانويل نوير طبعا أنت مانويل نوير ممكن يكون قايد في الملعب فأي تصريح منه يمكن يؤثر على اللعيبة ويفرق معهم تمام أروح لكابتن بهائدين يوسف تصريح رونالدو لما حكى على المدرب تنهاج وشكل عام على النادي وكل الظروف اللي أشق قبل كأس العالم وخلال كأس العالم وخروجه باكين هل كان موفق رونالدو أم غير موفق بهذا التصريح؟ بالتأكيد غير موفق ويعني ده كان تعبير عن أنه هو واصل لمرحلة من الإحساس بكبر السن بأن عصره بدأ يأفل يعني وما يخرجش تصريح زي ده من لعيب محترف يقول أن إذا المدرب ما بيحترمنيش فأنا كمان مش هحترمه يعني كيف كان يرى رونالدو الوضع بعد هذه التصريحات إزاي المدرب ممكن يتعامل معاه إزاي الإدارة ممكن يتعامل معاه لكن بالمناسبة لطفي في الصياق ده واضح المانشستر يونايتد زي ما بيقوله في مصر غاوي مشاكل يعني لأن دي مش أول وقعة كان فيه وقعة مشهورة قبل كده في العقد الأول من القرن الحالي مع اللاعب الشهير روي كين الأيرلندي طلع في برنامج وقال تصريحات برنامج مسجل زي البرنامج بتاعك ده كده وقال تصريحات ضد النادي وكشف فيها تفاصيل بتحدث في غرف ملابس اللاعبين فما كان من المدرب السير أليكس فارجسون إلا أنه طلب تصل بالقناة وطلب عدم إزاعة الحلقة ثم طلب روي كين في مكتبه وأبلغه أن الموسم اللي هو فيه ده هو آخر موسم لي مع اليونايتد رغم أن روي كين واحد من أساطير اليونايتد كما هو معروف يعني طبعا طبعا هل ميسي كان موفق في تصريحه أو في رده على زميله الهولندي أنت عارف أن أنا ميال لبرشلونة ومن محبي ميسي فأكيد مش هغلطه يعني لكن بالتأكيد هي تصريحات مش مقبولة يعني فيها تجاوز مش موفقة حتى ولو ما فيهاش غلط لكن هي مش موفقة وصلنا للختام بدي أشكر ضيوفي كابتن بدر حارب شكرا جزيلا لأكل أحضورك للستوديو شكرا نورتنا في قناة المشهد كابتن يوسف البيرق إداري فريق اتحاد كلباء حاليا وأحسن حراس المرمى في دولة الإمارات العربية المتحدة بدي أشكرك شكر جزيلا خذناك من التدريب شكرا كابتن شكرا أستاذ شكرا أستاذ لطفي وأنا أشكرك على هال الأشياء البرامج هاي اللي تعملها لأنه فعلا توعي اللاعب علاميا شكرا جزيلا وبدي أشكر من مصر الكابتن بهاء الدين يوسف نائب رئيس تحرير الأهرام في القاهرة شكرا جزيلا كابتن شكرا يا لطفي وشكرا لضيوفك بالتوفيق دايما ليك ولكل مشاهدي قناة المشهد شكرا جزيلا وأنا بدي أوجه شكر خاص بصراحة خارج نطاق الحلقة لرابطة المحترفي الإماراتية برئسات أستاذ عبدالله الجنابي والأستاذ وليد الحسن مدير التنفيذي وكل الزملاء هناك الناس اللي فكروا بمبادرة تدريب اللاعبين من 15 سنة فكرنا وأنا عشت التجربة معهم خلال الفترة الماضية فيها فائدة كبيرة جدا للعبين والاتحاد الأسيوي يكرم رابطة المحترفين الإماراتيين والاتحاد الإماراتي على أنه طلع بادرة جديدة جدا تثقيف وتوعية وتعليم اللاعب كيف يطلع التلفزيون شو لازم يلبس شو لازم يحكي إيش الصح إيش الغلط وبنعكس ذلك على أدائهم في الإعلام بشكل عام شكرا جزيلا لكم يعطيكم العافية شكرا شكرا تصوروا حركة قام بها كريستانو رونالدو في المؤتمر الصحفي بأمم أوروبا أثرت سلبا على واحدة من أكبر الشركات في العالم القصة كالتالي خلال المؤتمر الصحفي قابل لقاء البرتغال والمجر بأمم أوروبا 2020 دخل قاعة المؤتمر جلس على الطاولة حرك بيد عنه زجاجات المشروبات الغازية كوكاكولا راية البطولة قامت الدنيا ولم تقعد أمسك الدون بعبوة مياه أمام رفعها في الهواء ناصحا اشربوا الماء هي رسالة بعدم تناول المشروبات الغازية أثرت سلبا على أسهم شركة كوكاكولا وانخفضت 4.2 مليار دولار كمان الفرنسي بوكبا أبعد مشروبات كحولية من أمامه لم يعاقب لكون ذلك يتعارض مع عقيدته الإسلامية لكن له تبعات نعاقبها ونراها حتى الآن كل الموقفين استغرقات ثوان ولكن كانت الخسارة مليارات كم أنت كبير أيها الدون وبوكبا تصرفتم بمنطق وحكمة صح أم خطأ الموقف يعبر عن قناعة والهدف صحة أرياضيين ولكم التقدير لا نستهين بمواقف النجوم فأي تصرف يترك أثرا سلبيا وقد يكون إيجابي الحكم لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر